اشتركوا في القناة 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 لأن الأقطاب ديال الفن كتاكول لعصا وكتاكول مدلولة فطبيعة الحل الفن كيهود من كيكون مثلا الإعلام تيبدأ يكون لعصا وتيبدأ في كتاكول لعصا فالأعلام ديال اسمتو كتاكول لعصا فأوتوماتيك مول إعلام توا كينزل وما تيبقاش كخيديبل عند الناس فهذا هو المشكل ديال الفن في المغرب أننا مثلا نحترموش الفنانين الكبار الناس اللي يعطاوه الناس اللي قادرين يعطيوه ممكن احترموش الشباب ديالنا نعطيوهم منافذ فين يقدروه يبانوه ويخدموه يعطوه الجديد ديالهم فتيبقى واحد المجموعة واحد اللجنة هما اللي تيحكموه تيقول لك الله هذا يدوز هذا ما يدوش هذا يدير هذا ما يدير شاي وما عندناش إنفغيتي ديال ليشان ما كينينش يعني أبطغ المواقع والمواقع للأسف شديد ما عندهمش إمكانيات ديال الإنتاج مواقع ضعيفة مثلا ناخدينها مثلا أنفاس هما تديروا واحد المجهود مثلا مواقع ديالكم ولكن راه صعب باش يطلع الأنفاس دياله ماديا ومثلا ويدير برامج مثلا اللي هي برامج كبيرة في ديكور كبير ويدير مثلا وتطور لأن الإمكانيات ديال الإنتاج التلفازة برأسها راه ما عنداش إمكانيات ديال الإنتاج لأولات على رأسها راه تدير فيت راه الدولة اللي كتعطيها بيجي صحيح كل سنة لو كنما كانت الدولة كتعطيها بيجي والله لا قدرت توقف رأسها وأنا بالنسبة لي المدير الحقيقي اللي راجل ويقد على القناة ويشد القناة ويسيرها بالإمكانيات اللي عندها ورجعها يعني ما تبقاش كتسنة أو لا ديبوندانت تقول لي ان ديبوندانت 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 ديال بيجي ديال ديال الدولة هذا هو المناجر الحقيقي هذا هو المدير الحقيقي اللي كتعرفوا أنا مدير ما شي واحد كان في شركة خاصة وما قدرش ينجح الشركة الخاصة دياله وجل لصق في الدولة وبدأك يخدم في شركة عامة هذا بالنسبة لي أنا ضعيف أنا أفضل أنني نخدم مع شركة اللي هي خاصة بحال شادة تيفي وكنشوفهم كي باش كيتحاربوا باش يخرجوا واحد لمنتوج رغم الإمكانيات الضعيفة وينجح بحال مثلا البوي لمدة ثلاث سنوات والآن كتدير لافيكسيون لافيكسيون يتخشيخ ولكن رغم ذلك تنشوفوا أن راشي دحيك يعني شاد نتمسك بالمبدأ دياله وقدموا من الجح القناة دياله لصالة اركتار هذا شي كله خاص سياسة أو لإرادة سياسية اللي تكون في هذا الإطار هذا ويتمك غيبان وشكوناهم اللي مدرقين مورا الوظيفة العمومية وشكوناهم الناس اللي قادرين إيجاري ويحركوا القنوات ويحركوا المسرح ويحركوا المجال الفني كورونا للأسف شديد بينات يعني أنا بنسبة لي كورونا فيها بعد للنوع من الزابان هو أنها بينات الضعف ديال بزاف ديال الحويش يعني الضعف ديال بعد الأطور ديالنا الضعف ديال بعد المؤسسات اللي كينين وفي نفس الوقت بينات القوة ديال بعض المؤسسات وبعض الأطور وبعض الناس يعني الحمد لله مني كان نشوفوا الأطباء ديالنا كيفاش كيحاربوا كورونا رغم الظروف ديالهم ورغم ذلك شي كتبلك واحد القوة كينة الحمد لله كين واحد التضامن كين واحد الأخوة كين واحد المعانات من أجل ذو كين حب للوطن وهذا شيء جميل جدا كين لزين كونفينيونت يبلك بأن كين معدات قليلة كين إمكانيات ما كينيش خصوصا بعد المجالات اللي أطرت عليهم كورونا بحال الميدان الفني الميدان ديال الحافلات الميدان ديال التوريزم يعني ديال السياحة بحال هذو كلهم كلوا العصا علاش لأنهم الأسس ديالهم ما مقوياش بزاف ما ضعيفة شوية رغم المحاولات اللي بداروا اللي كلوا العصا بزاف كورونا وليتمحنوا بزاف هما بحال ما تريد الفنانة كين أنا كان عرف الموسيقية اللي مساكن باعوا والآلات ديالهم باش يقدروا يعيشوا والدولة ما دارت حتى شي هذا باش تعاونهم حتى الدعم اللي كانوا خرجوا خرجوا غلط يعني تيقولك غادي دعموا كل شي صدقورك الشي داك المشكلة اللي وقعت في الموسيقى وهذا وفي وزارة الثقافة يعني ما كينش واحد تخطيط ما كينش واحد هذي الأزمات اللي تتوقع يكون دائما عندنا واحد واحد لبلان ليه واحد لبلان لأن لوقعات هذي أشنو خصنا نديره هذي ما كيناش عندنا الجانب التاني أنا عانيت منها أنا شخصيا لأن بصرف النظر على الجانب الفني يعني بحلق في كتلك الناس العراس التريطورات لأن الحفلات عرش حم واحد كيكون تيخدم فيهم النقافات عدد كبير دي الناس اللي كانوا كيستا اللي كيعيشوا من من الجانب الفني أو لم الجانب دي الحفلات أو الجانب الترفيهي هذو كلهم ساكن كله والعصى القهاولي ريستوران توريز كلهم كله والعصى الجانب الصحي أنا عانيت منه لأنه وصبت بهذا الداء ورقبت ببعته معي أنا يعني ألقيت رأسي أنني مخصتي نعول على رأسي ماديا ومعنويا باش نداوي رأسي يعني حتى من تعاضضي دينا للأسف شديد أنا خرجت ليا مية وخمسة وعشرين آلف درهم اللي خصني نخلص اللي خصني نخلص للكلينيك لأي شخص حل جات فيها هذي تضحكي لقيت لك بأن لأي شخص ديالتعاضضي سبعة وعشرين آلف درهم وليحد الآن بقي ما تعودش في في لدوسية اللي دفعت يعني واحد اللي ما عندوش كي غاي دير شفا ديل الدولارك عارف كيفاش دير يعني صعيب باش ت اغوزما كحنا في المرض يعني الحمدولله كين سيدنا اللي هو الملك الله يحفظوه طول اللي العمر دياله هو اللي كلقوه كفنانة في 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 الأمرات اللي كتكون صعيبة يعني بزاف ديال الفنانة مساكن اللي اللي لولا لسميته الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلالة ما كانوش غايد دوا ما كانش غدر لهم عمليات وما كانش غايد دارهم يعني ما كاناش واحد كان هناك واحد باقي واحد الضعف بقى واحد لها شاشة في المجتمع الفني او لا في العائلة الفنية او العائلة المتقفة او للناس اللي ما عندهمش ظروفهم ما 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 تسمح ليهمش يعني هادشي كله بيناتو كورونا وتنظن ان الحكومة ستاخد بعيد الاعتبار هاد المسائيل هادي باش تستفد من هاد الأزمة ديال كورونا وتحاول اه تخلق بعد يعني كين أفكار كين طرق اه تخلق يعني امكانيات لي باش منطيحوش في هاد دا وتقوي هاد الجانب اللي هو بان ضعف دياله اشتركوا في القناة